سبح لله أي نزهه سبحانه وقدسه عن كل ما لا يليق به ذاتاً وصفات وأفعالاً ومجده وعظمه بكل الكمالات كل ما في السماوات والأرض وهنا تلاحظون أن الصيغة لم تأتي بسبح لله ما في السماوات وما في الأرض كما في الجمعة وكما في التغاب بل جاءت كلها بماء الأولى لأنها كافية ويدخل فيها العاقل وغير العاقل وسيأتينا أن تكرار وما في الأرض إنما هو للتأكيد على أن كل ما في السماوات وكل ما في الأرض مسبح لله ومنزه له والغريب والعجيب أن الجمادات والحيوانات والنباتات موحدة بخلاف الإنسان الإنسان فيه هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن فكيف يليق بالإنسان أن تكون هذه الجمادات تسبح الله وتنزهه وهو قد يعبد غير الله أو يشرك بالله أو يتقرب للقبر أو للضريح أو للمخلوق أو لمن لا يملك نفعاً ولا ظراً ولا يملك موتاً ولا حياة ولا نشور ترجمة نانسي قنقر